على الرغم من مرور نحو خمس سنوات على الموعد المحدد لحسم ملف الألغام في العراق وفق اتفاقيات دولية إلا أن مخلفات الحروب ما تزال تحصد الضحايا في البلاد لترتفع عدادهم إلى أكثر من 30 ألف شخص وفق آخر إحصائيات رسمية فيما تبرز مشكلات التمويل والدعم البشري من أبرز عوائق إنهاء ملف تطهير الأراضي من المخلفات والقنابل القاتلة في العراق بحسب الأمم المتحدة المدير الأقدم لدائرات الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لود هامر أكد أن العراق يحتاج إلى نحو 30 عاما لإزالة المواد المتفجرة والذخائر بسبب قلة التمويل قائلا إن هناك أكثر من 2700 كم مربع ملوثة بالألغام بأنواعها في العراق وإنه من غير الواقعية تخلص منها خلال أربع سنوات منتقدا الحكومات المتعاقبة في العراق بسبب إهمالها وقلة تمويلها لهذا الملف وزارة البيئة الحالية في العراق أقرت أن ملف الألغام يشكل خطرا كبيرا يحيق بآلاف المدني لا سيما مع سمرار سقوط الضحايا فضلا عما يشكله من تحدي على مستويات الأعمار والاقتصاد والتنمية في البلاد مبينة أن برامج إزالة الألغام تعتمد بشكل أساس على المانحين المحليين والدوليين الذين يعدون العراق أساسا من الدول ذات الدخل المتوسط وأنه بإمكانه أن يمول برامجه من خلال الموازنات الكبيرة وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة منظمات إنسانية وحقوقية أكدت من جانبها أن أهمال الحكومات في العراق لملف الألغام أخرى العودة الآمنة للنهزحين وأدى إلى نقض العراق للمعاهدات الدولية التي وقع عليها في السنوات السابقة في إنهاء ملف بدأ في مصة والتلوث بالذخائر المتفجرة مرتفعا جدا يتي ذلك وسط تأكيدات أممية من أن السمرار نقص التمويل والدعم قبل الحكومة في العراق قد يؤخر إغلاق هذا الملف إلى نحو 30 عاما ما يعني مزيدا من الضحايا ومزيدا من المعاناة الإنسانية للمواطن العراقي موسيقى